الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم أسأل الله أيامكم أيامنا بحلول هذا الشهر الفضيل أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله على أتم البركات أن يقسم لنا ولكم في كل خير ينزله في هذه الساعات هذه الأيام والليالي ونحن في مطلع هذا الشهر الفضيل يكتب الله لكم ولنا جميعا جوامع السعادة وذوامها وأن يتفضل على أسلافنا أسلافكم الماضين منا ومنكم بالفضل العميم عليهم جميعا يترحم عليهم ويجعلهم في ضيافته في هذه الأيام والليالي المباركات من أهم الاهتمامات القرآنية هناك موضوع يخبر عنه رب العالمين في القرآن الكريم في بالغ الأهمية هذا الموضوع ربما يرتبط ارتباط وثيق بهذا الشهر الفضيل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة هذه شكاية إلهية رب العالمين يشتكي من الإنسان ومن أبو الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام وفي عبارة كتاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خطابا لكوميل بن زياد وهو صاحب سره وهو من أقرب الناس إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشتكي أمير المؤمنين على غرار شكاية الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في هذا الكتاب من جملة ما جاء فيه قال إن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسية لرأي شعاع الحديث عن طبيعة مترسخة في الإنسان نزع ميل شديد في الإنسان هذه الطبيعة يمكن أن تكون مرتبطة بشكل وثيق علاجها بهذا الشهر الفضيل وهي الإنسان مجبول على التشتت الإنسان الله تبارك وتعالى خلقه على هذه الكيفية هناك ابتلاء هناك إعاقة أخذ العلم الجديد الطب النفسي يدركه بشكل وثيق في الآونة الأخيرة جدا تسمى هذه الأعاقة اضطراب قصور الانتباه إحدى أهم الإعاقات العقلية التي تعمل الإنسان بأنواعه كل الناس من حولنا إذا الإنسان يدرك أوصاف هذا القصور هذا الإضطراب هذه الإعاقة يرى أن كل من حوله تقريبا أغلب الناس أدهم هذه الإعاقة يعانون من هذه الإعاقة إضطراب قصور الانتباه قصور الانتباه يعني فقدان التركيز أكو هناك تشتت في البال هذا التشتت لا يمكن أن يدرك بشكل واضح لأنه متجذر بشكل عميق في نفوس الناس الناس ولو كان يدركون يضبطون ينتبهون إلى التفاصيل في كثير من أبعاد الحياة لكنهم في أغلب الأبعاد يعانون من هذا القصور لا ينتبهون إلى تفاصيل الحياة فتحدث كل الكوارث التي تحدث في الحياة ليش الإنسان يتعرض لحادث مروري هذا الشيء كل الناس يعرفوه هذا أساسا بشكل عام يعود إلى هذا الاضطراب قصور انتباه يمكن تسعين بالمئة من الحوادث المرورية يمكن انتسابها إلى هذا القصور انتباه عندما يكون الإنسان منشغلا بشيء بالنتيجة لا يكون راكز البال لا يكون منتبها بشكل عندما يسير بسرعة قصوى هذه السرعة تحتاج إلى انتباه أعلى درجات الانتباه أبسط غفلة الغفلة تكون بسبب مثلا حالة التعب أو تكون بسبب الانشغال ببعض الأمور مثلا في حالة مكالمة تلفونية هذه الحالة تسبب الحوادث المرورية بشكل عام هذه الحالة هي السبب في كل الحوادث في الحياة الطلاق ليش يحصل الإدمان على المخدرات ليش يصير احتساء العياذ بالله الكحول العياذ بالله التدخين ليش تدخين أكو عباءة اتغطي كل هذه الحوادث كل أسباب هذه الحوادث وهو عنوان قصور الانتباه لأنه هناك ما كو قصور الانتباه يتعرض الانسان إلى مشاجرة في داخل بيته يفقد الكثير من المقومات في داره فتؤدي هذه الحالة إذا كانت متتالية تؤدي إلى الطلاق كل ما يحصل علماء الطب النفسي الحديث يربطون كل الحوادث التي تحصل بهذه الحالات ثلاثة عنوين أكو في الحياة هذه بسبب قصور الانتباه بالنسبة إلى هذه العناوين الثلاثة تحدث كل الكوارث في الحياة أولا الشهوة أكو شهوة ثانيا أكو حوادث يعني أكو أمور غير متوقعة تحصل تتسبب الغضب ليش الإنسان يغضب لأنه هذه حالة انفعالية دون سلطة انتباه على هذه الحالة الانفعالية الإنسان لهذا الحدث الصغير هسه مثلا الطائرة متأخرة مثلا أو مثلا الجنط تأخرت أو كذا صار ليش هذا الانفعال ليش هذا إذا شتم الإنسان إذا واحد ما احترم الإنسان شنو صير هو ما بايق الإنسان ليش الإنسان ينفعل ليش هاي الحالات الانفعالية الموجودة هذه حالة بسبب قصور انتباه لأن الإنسان لا ينتبه أنه المسائل لها معايير كل قضية كل حادثة تقتضي أن يصدر من الإنسان فالدرجة خاصة من الانفعال لأنه ما كو هذا الانتباه فتشوف الانفعالات إما تكون إفراطية أو تكون تفريطية وعلى كل الفرضين هناك نتيجة سلبية إذا كان تفريط يعني إذا حدث مثلا 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 هذه قضية نادرة من الطفل مثلا تصرف تحتاج إلى درجة خاصة من الانفعال إذا الإنسان مو منتبه فلا تصدر هذه الدرجة من الانفعال شيئا فشيئا هذا الطفل يبدأ تتفاقم الحالة فيه ففجأة عندما ينتبه الإنسان أنه متعود هذا الطفل على قضية ذاك الوقت بعد الوقت منتهي فلا فلا أكو مجال لاستدراك الحالة ولا أكو مجال للتعنيف التعنيف يزيد الطين بل أصلا عملية الانفعال مع الحالات المزمنة لا تجدي أبدا لا تجدي إلا تفاقم الحالة بدرجة أكثر قصور الانتباه إما إفراطا وإما التفريطا هو السبب الأساسي الذي يختفي تحت العباءة لكل ما يحدث من كوارث في الحياة ليش الإنسان يلجأ العياذ بالله إلى المحرمات ليش الإنسان تصدر منه نوبة غضب ليش هذا كل بسبب سوء سوء الانتباه ما كو تركيز كل أكو تشتيت الإنسان بسبب هذا القصور ينساق بلا إرادة إلى التشتت هذا التشتت لا يدعه مجالا أن يحكم عقله بشكل طبيعي صحيح الإنسان المتشتت كيف يقدر يدرك كيف يقدر يدرك ماذا عليه أن يتصرف ما يقدر متشتت في كل المجالات أكو تشتت هذا التشتت عندما تحدث سورة غضب عندما تحدث شهوة قوية عندما يحدث حادث هذا الحادث فجأة إنسان واقف يشوف سيارة جاي تجي باتجاهه لأنه مو منتبه مو متهيئ غير منضبط هذا شنو يتصرف تصرف غير عقلان يمكن يروح بصوب سيارة أصلا أما إذا الواحد يكون على هبة الاستعداد يعني يحتمل أنه لما جاي يمشي أكو احتمال أن سيارة تجي رجل العياذ بالله شارب كذا وما يدري صعد الرصيف إذا عنده تشنتباه دائما يفكر أنه إذا جيت السيارة عن يمين فماذا أصنع أصنع بالفرار على اليسار وهكذا ثلاث عنوين سورة غضب قضية غضبة كيف يتعامل من العلل الإنسان هذا يحتاج إلى انتباه يحتاج إلى انضباط بال شهوة شهوة رغبة هذول اللي يقعدون على السفرة وياكلون وما ينتبهون هاي حالة ليش الاضطراب في الطعام اللي أساس كل أنواع المرض صحيح أكثر أهل القبور من التخمة هذا حديث شريف هذا لي اشي يحصل هذا لي اشي يحصل بسبب أنه ما كنت إذا جلست المام أمير المميع عليه الصلاة والسلام إذا يقول إذا جلست على المائدة فاحفظ بطنك الإنسان لما يجلس على المائدة فكرة بخمسين مكان إلا فد مكان ما يروح فكرة وهو أنه شنو جاء يأكل كم حجم الأكل اللي مفروض الإنسان يأكله كم مرة لازم يمضغ الأكل أبدا الإنسان باله مثل في الصلاة مثل في الصلاة يروح في كل مكان إلا في مكان واحد لا ينتبه للحدث الذي هو الآن فيه هذا عدم الانتباه يولد لتشتت هذا التشتت يولد لعدم مراعاة المعايير عدم مراعاة المعايير ممكن أن تنتج نتيجة صحيحة هذه هي الكارثة في سورة الليل الله تبارك وتعالى ثلاث مرات يحلف قسم تلو قسم وبعض القسم أشد من الآخر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى منو خلق الذكر والأنثى الله يحلف بذاته شنو يريد يقول ليش هذا الحلف إن سعيكم لشتى تشتت أكو تشتت يعني غير راكز يعني غير منضبط يعني غير ثابت إنه إنه تأكيد بعد ثلاث حل مرات من القسم إن سعيكم لشتى هذا السعي المتشتت ليش هذا حديث عن النتيجة إشارة عن السبب ليش يحصل سعي متشتت لأنه أكو تفكير متشتت وإلا ليش السعي متشتت إن سعيكم مو إن بعض سعيكم لا بشكل عام الإنسان مجبول على التشتت هذا التشتت في السلوك ينبع عن التشكت تشتت في البال إن سعيكم لشتى خب إلهي شنو العلاج فأما من أعطى لاحظوا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الله يقول أنا ما عالجها يبقى على التشتت بس أنا أمهد الطريق أمام قدمه فسنيسركم مو فنثبت تشتيت بالكم نضبط نركز بالكم لا فسني يعني هذا التشتت مفروض يروح بالبحار هذا العمل المتشتت غير الراكز أنا أسهل أنه أخلي فسنيسركم فسنيسره لليسرى يعني نيسر علي النتيجة تتيسر علي ما تتعقد العلاج مو في هذه الأمور مو في أن الإنسان يتق الله تبارك وتعالى إذا يتق الله الله يوفقه هناك قضية تحتاج إلى علاج مباشر التفات التفات انضباط حقيقة بملء فمي أقول هذا الدعاء شيء صعب ولكن بملء فمي أقول أن الذي يتعافى قلت أن هذا مرض سائد الإنسان يولد على هذا المرض الله تبارك وتعالى يحفز حتى يعالج هذا المرض في أيام حياته هذه نقص بعد الإنسان أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هذه قاعدة ضحلة يضعها الإنسان يضعها الله تبارك وتعالى في الإنسان حتى يرقي نفسي في هذه الحالة بملء فمي أقول أن الذي يمكنه أن يتعافى من هذه الإعاقة المستعصية جدا في الحياة فإنه بمثابة من يمتلك اسم الله الأعظم في التأثير في الحياة شلون الإنسان اللي يمتلك اسم الله الأعظم يتمكن يتصرف في الكون إحنا انضباطنا جدا متدني هذا انضباط يؤدي أنه سعي يكون متشتت إذا سعي متشتت كيف يصل إلى الأهداف نحتاج إلى انضباط ذهني هذا الانضباط الذهني في مستويين لاحظوا خلي أكد قبل أن أبين المستويين هذه الحالة لا تنافي الذكاء لاحظوا كثير من الذين يعانون من قصور الانتباه من هذا الاضطراب تشوف موهوب تشوف في الجامعة في المدرسة يحقق إنجازات كبيرة هناك الكثير من هؤلاء أذكياء هناك الكثير منهم أصلا قادة شخصيات لاحظوا الإنسان كيف يصبح قائد كيف يصبح موهوب كلما تزداد المعلومات الإنسان الذي علمه كثير يكون إنسان عالم ويكون شخصية يتمكن أن يحكم يمارس سلطة على فد مجموعة الإنسان الذي يملك مال كثير الإنسان الذي يملك علم غزير الإنسان الذي يملك سلطة كرسي مهم يكون قائد يكون موهوب يكون محترم لكن هذه الحالة هذا الاضطراب لا يرتبط بالعلم الغزير لا أبدا الإنسان بالعلم الغزير لا يمكن أن يعالج هذه الععاقة في داخلها أبدا الانتباه يحتاج إلى علم قليل شيء قليل من العلم بس يحتاج إلى انتباه إلى هذا المقدار القليل من العلم فالعلم لاحظوا النتائج السيئة والنتائج الجيدة لا ترتبط بالعلم الغزير ما أكثر ما أكثر الناس اللي يمتلك علم كبير ولكن العياذ بالله مبتلى بالمخدرات مبتلى بكل شيء قليل من العلم زائدا انتباه عميق لهذا المقدار الضئيل من العلم يحدث معجزة في الحياة ما يحتاج الإنسان يمتلك كثيرا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه حديث واحد تدريه خير من ألف حديث ترويه حديث واحد الإنسان ممكن بآية واحدة بحديث واحد يبلغ أعلى درجات الإيمان ملازم الإنسان يملك الكثير من العلوم حفظت أربعين ألف حديث ومن الذكر آية تنساها رجل بدوي رجل بدوي البدوية ذاك الوقت أيام الجاهلية تدرون مو مثل الآن يجع عند رسول الله صلى الله عليه وآله رجل بدوي على كل حال إذا أولاك أيام الجاهلية بعد قال سأل النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أريد أسلم لاحظوا الشيء الضئيل من العلم إذا حصل فيه انتباه جيد هذا كفيل أن يحدث للإنسان للإنسان معجزة قال له يا رسول الله أنا أريد أسلم النبي صلى الله عليه وآله قال له تشهد الشهادتين تشهد خب فسا الإسلام شنو الشهادتين صارت وصار مسلم الإسلام شنو قال له أقعد لهذا الجاهلي قال له واحد من المسلمين أقعد شوية فهم قرآن من المسلمين هذا المسلم الجديد يتعلم فبدأ يقرأ لكما آية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كما آية ما قرأ ما تلا إلا كما آية هذا المعيدي هذا البدوي اللي توى مسلم قام وقف ذاك المسلم قال له وين قال خلاص بعد كفه فهمت الإسلام قال له وين فهمت الإسلام تعالوا قعد توني كما آية قرأت لك هذا البدوي قال له خلاص خلاص أنا مسكت الإسلام كاملا فيما له وأدار بظهري وانصرف رسول الله صلى الله عليه واقف هذا الحديث مروي عن الفريقين واقف علق رسول الله على هذا المشهد هذا المسلم انصدم وذاك أخذ ظهر أدار بظهره ومشى فقال صلى الله عليه وآله انصرف الرجل وهو فقيه فقيه كلمة فقيه صعبة حقيقة فقيه صعبة سامعين يقول فقيه هو أهل البدو هذا جاهلي خلال دقائق شنو ليست الحاجة أن الإنسان يدرك القرآن كله أبدا آية واحدة تكفي حديث واحد في حديث آخر عن المام الصادق عليه الصلاة والسلام بالدرايات بالدرايات للروايات يعلو المؤمن على درجات الإيمان هذا الانتباه على مرتبتين الانتباه في الفكر إلى الحياة إنسان لازم ينتبه إلى التفاصيل شايفين هذول اللي عندهم قصور في النظر فتشي يشوف خمسين شي ما يشوف قصور نظر هذا هم نوع من القصور في النظر في البصيرة هذا أكون نظر إنسان يمفتح عينه جاي يشوف أولاده يشوف حياته بس ما يدري ماذا جاي يحدث يوم الذي يطلع بعد القضية عدت بعد لا تصلح للعلاج هذا قصور ما يدري ماذا جاي تتفاقم كيف جاي تتفاقم الأمور فجأة يصير صراخ فتحصل نوبة غضب الإنسان اللي منتبه يدرك مجريات الأمور فلا يحصل له تفاجئ إذا حصل مفاجئ للإنسان هذا معناته أكو قصور أكو غفلة هاي الغفلة للإنسان في سبات عميق يعيش فيها هذا الجانب الأول في الفكر قلنا الحديث ليس القصور في السلوك لا يحتاج الإنسان يعالج سلوكه يحتاج أن الإنسان يواضب انتباهه ينضبط في فكرة أكو هناك خلل تسيب في الانضباط السلوكي شايفين هذول اللي هوسويين فوضويين بيته فوضوي سيارته فوضوية دراسته فوضوية لحيته فوضوية كله شايفين شايفون هذه الفوضى ترتبط بالسلوك تعود أساسا إلى الفكر المصيبة لا تعالج السلوك لا تحاول أن تخضع سلوكي لا تعالج سلوكك عالج ما وراء السلوك هذا الاضطراب السلوكي لا تعالجه أكو هناك وراء هذا الاضطراب اضطراب شنو من سلوكي اضطراب عقلي أكو من الإعاقات العقلية هذه الحالة إذا لا يتم معالجته تتفاقم شيئا فشيئا تؤدي إلى إعاقات مزمنة في العقل يحتاج الإنسان يمرن نفسه يحتاج الإنسان يروض نفسه هذا الترويض إذا ما يحصل كارثة كل الأمور تخرج من السيطرة ليس الهدف أن يكون الإنسان مستوليا على الحياة لا الهدف أن الإنسان يدرك الحياة يفهم شنو جاي يصير هذا المرتبة الأولى المرتبة الثانية أن الإنسان عندما يخاطب رب العالمين هذه العبادات التي ربيعها شهر رمضان يكون منتبه لهذه الكلمات منتبه لهذه الأدعية يا عيسى حديث قدسي ناجني وكن في ذلك حيا لا ميت شايفين المعيد يجي يوقف يما الضريح يخاطب أهل البيت كلمتين ياخذ حاجة ولو كانت حاجة غير معقولة ويمشي مو وإحنا نروح سنوات نحاول وما نقدر نحصل ليش هاي المعجزة أقول أن الانتباه الذي يتعافى من الاضطراب هذا يكاد يكون يملك اسم الله العظيم هذا الدليل يشوفوا الواقع على الخارج تشوفهم عادي لا يعرف الهرة من البر يجي يوقف لحظة واحدة ياخذ حاجة اللي تكاد تكون معجزة وإحنا سنوات حاجة بسيطة ما تنقضي شنو الله عنده قرابة مع ذاك شنو القضية القضية كلها تعود إلى هذه الإعاقة الموجودة إحنا نحجي بس لقلقة لسان إحنا ندعي هذا شهر رمضان الإنسان مشغول بالأدعية المختلفة بابا اقرى لك دعاء واحد آية واحدة بس انتبه شا تقول هذا ترقيك أعلى درجات الإيمان آية واحدة نعم الدعاء حتى بلق لقة اللسان فيه آثار جيدة بس الآثار الإعجازية لا تجدها الوالد ينقل قصة عن أحد الأعلام العلماء عالم كبير جدا قصة عجيبة رجل أدركه الوالد ينقل الوالد قصة عن هو هذا المرحم آبو زرق الطهراني رحمة الله عليه يقول سمعت القصة منه يقول أنا في أيام شبابي أزور أمير المؤمنين عليه الصلاة وسلام أطلب منه وكان في جوار أمير المؤمنين أطلب منه حاجة واحدة أقول له يا أمير المؤمنين أريد منك فتح حاجة فقط أريد منك تنطيني الاسم الأعضاء وأنا أدري أني أهل لذلك شوف جاي يفرض على أمير المؤمنين صلى الله عليه أهل لذلك وانت كريم بعد خلاص القضية محسومة لأنك انت كريم وأنا أهل فلازم هذه الحالة تحصل أنا لازم أحصل على الاسم الأعظم ولكن لا يوجد جواب وباشر أجي وبإلحاح وما يوجد جواب كل يوم أقول يا أمير المؤمنين لا لدي حاجة إلا هذه الحاجة وأنا أهل ليش أهل أدري لو يأخذني المرض مهما يكون أدري ما راح أستخدم الاسم الأعظم يا أمير المؤمنين أطيق كلام وأنت تدري فيي هذه الحالة وإذا صرت فقير مهما على كل حال يصير عندي ضغط ما لي كذا ما راح أستخدم الاسم الأعظم وأنت تدري يا أمير المؤمنين وأنا بل الإنسان على نفسه أنا أعرف في نفسي هذه بصيرة أنا أدري وأنت تدري يا أمير المؤمنين خلاص فقابلية القابل وفعلية الفاعل خلاص علة تامة إذا أنا قابل في أهلية وأنت تدري وأنت كريم بعد شنو ما أكون سنوات كل مرة أتشرف في كل يوم أطلب منه هذا الحاجة إلى أن يوم صارت فرصة من النجف الأشرف أزور سامراء المقدس ركبنا العربان هذا ربل العراقين يسموه ربل عربان هذا شعب أقر ما كانت سيارة القصة يمكن ما المئة سنة قبل أكثر هو كان يوم الذي توفي توفاه الله فوق المئة سنة يمكن عمره الوالد يقول أنا أدركته في أواخر أيام حياته رحمة الله عليه أغابو زرق الطهراني يقول أيام شبابي كان في الطريق كان كم واحد بالعربانة واحد منهم أنا استشرفت في وجهه وفي محياة أنه هذا ولي من أولياء الله فبلشت في أثناء الطريق صرت أحادي شفت يفرغ الدرر يبدو هذا رجل راقي جدا جدا مشتغل على نفسه رجل في مقامه مع الله تبارك وتعالى رجل رفيع فبدأت أتشالش على قولة العراق يقول أحاول معه حتى أستخلص منه درر فكان قليل الكلام فأنا كل الطريق كنت منتبه إلى إلى أن وصلنا إلى سامراء أكو جسر نهر سامر الله الله يبلغنا إن شاء الله زيارتي سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف والأيمة الطاهرين من آبائه المعصومين صلى الله عليه ما أجمعين يقول وصلنا جسر ذاك الوقت ماكو كونكريت مسلح كذا كل جسر معلق أخشاب في وسط الجسر أجل لكم الله هذا الفرس ما أدري ماذا أصابه وماذا دهاه ما أدري إيده رجله خشت في ما أدري كذا خشب بعد مضطرب مثلا متهالك كسر حصل هذا اتعلق في وسط الجسر فأخذ اضطرب أخذ يصعد ينزل فكل وقعنا بالماء نحن طعنا جسر طويل والماء قوي يقول بالكاد حاولت أستنقذ نفسي مع أنه هو ابن النجف ابن النجف عادة سباح تكون قوية هناك البحر يعني شط كبير على كل حال ليس منقسة في النجف الأشرف فيقول بشدة قسوة الأمواج على كل حال حركة الماء بالكاد أنا عالجت نفسي وأنا أعالج أستنقذ نفسي شفت واحد جاء يغرق ويصرخ يستنقذ يطلب إنقاذ من الناس أنقذوني يصرخ التفتت إلى شفت هذا هذا العبد الصالح اللي أنا كل الطريق أخذ انتباهي هذا جاء يغرق دي يموت وما يقدر على كل حال يستنقذ نفسي أنا أنقذت نفسي ما رحت بصوبة شفت أنه إذا أروح أنقذه أثنين نغرق لأنه شفت حالتي طلعت وقمت أصرخ بالناس إلى أن نجتمع والناس وحتى نروح نطلع هذا هذا بعد ما طلع راس راح أعرف أنا موضع اللي كان موجود رحنا طلعنا استخرجناه جثة هامدة ميت بعد خلص قلبنا ضربنا كل ما حركنا ما عادت الأنفاس إليه تركنا وبعدين بدنا يضطرنا مشينا إلى سامراء يقول في ذيك الليلة الوالد ينقل قصة عن لسانه يقول في ذيك الليلة وراء سنوات أطلب من أمير المؤمنين بس غفت إجاني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسام قال لي شوف هذا اللي كان يمك وغرق وطلعته ومات هذا كان يعرف الاسم الأعظم ثم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسام راح يقول قعدت استيقظت فكرت معقول واحد يمتلك اسم أعظم يموت يرى الموت وما يستقدمه أنا كنت أتصور أنها المعيار شنو أن أكون أمتلك اسم أعظم ما أستخدمه في الحاجة المادية في المرض أما إنسان يشوف الموت ويعرف اسم أعظم وما يستنقذ نفسه قلت لا يا أمير المؤمنين أنا مؤهل مؤهل لا تبضيني اسم أعظم أنا يقينا إذا تشت امتلك الاسم الأعظم أشوف الموت فإنسان يستعملها هذا هذه قضية حقيقتها الإنسان كيف يمتلك عندما يكون يتكلم مع الله تبارك وتعالى من أعماق قلبه هذا الحديث الفاقد الشعور فاقد الأحاسيس فاقد الحياة كيف يكون يؤثر إذا خرج أقل للإنسان فد مرة في ليلة وحدة هالوقت الواسع مرة واحدة يشير رأسه من أعماق قلبه يقول إلهي حس حاجات دنيوية مهمة أهم من ذلك الحاجات الأخروية إلهي اعف عني فد كلمة إلهي فد حاجة انطيني إمام الحسين عليه الصلاة والسلام في دعاء عرفة الله يبلغنا وإياكم إن شاء الله نقرأ هذا الدعاء في ذلك اليوم في صحراء عرفة أو في جواره فهو الأفضل صلى الله عليه إلهي أسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لا يضرني ما منعتني فد حاجة إذا هذه انطيتني ما يضرني أي حاجة تمنعني امنعني الدنيا كلها امنعني رحمتك كلها كل رحمتك امنعني هذا كلام إنوام الحسين لا يضرني ما منعتني كل ألطافك وكل رحمتك وكل بركاتك تنزل امنعنيها بس هذه لا تمنعني وإن أعطيتنيها لا يضرني ما منعتني إذا تنطيني هذا ما يضرني شنو منعتني إذا منعتنيها لا ينفعني ما أعطيتني انطيني الدنيا كلها كل نعمك انطيني اياها بس هذا امنعني اياها ما يفيدني شيء لا ينفعني ما اعطيتني اسألك اللهم فكاك رقبتي من النار حاجة واحدة صحيح هناك حاجات دنيوية كثيرة الله ان شاء الله بحقه محمد وآل محمد يقضي حوائجكم يقضي حوائجنا ولكن الانسان يلتفت اكو اخر اكو حساب اكو كتاب اكو بلاوي يوم القيامة اذا الله تبارك وتعالى اعرض عن الانسان انسان وين ينطي وجه وين ينطي وجه هذه المرتبة الاهم في الانتباه المرتبة الدنيا هي الانتباه الى الدنيا انتبه ماذا يجري من حولك انتبه الى التفاصيل جدا مهمة لا تخلي بالك متشوش هذا الاضطراب الفكري هذا التشتت في البال هذا التشابك في المفاهيم هذا تعطي فكر خاطئ تعطي تحليل خاطئ تعطي نتيجة خاطئة هذه في المرتبة الاولى في المرتبة الاهم هذا وهو هذا اليوم الانسان اذا طول الامر يكون متشتت البال ما ينتبه الى الادعية ما ينتبه الى هذه الكلمات التي بالنتيجة يستعملها في هذه الادعية اقلا في هذا الشهر الفضيل ولو لحظة واحدة مرة واحدة حقيقة من اعماق القلب يحاول ان يحدث ارتباط ولو لثانية واحدة مع الله تبارك وتعالى الارتباط مرهون بالانتباه بالانتباه لازم القلب يكون يقض لازم الانسان يدرك شنو يعني جبار السماوات والارض هذا الانتباه انطباعي هذا بملء فمي اقول بمثابة استعمال الاسم الاعظم جربوا لاحظوا احكوا مع ربكم وصطوا اهل البيت عليهم الصلاة والسلام بكل انتباه بكل ارتباط مهما كان الانسان غير لائق والله العظيم اللياقة لا تعيق لانهم كرماء لان الله تبارك وتعالى اعطاهم كرمه كرمهم شعبة من كرم رب العالمين الاعاقة ليست تكون في عدم الاهلية او الانسان العياذ بالله من رأسه الى قدمه معاصي والله هذه لا تعيق الاعاقة تجي من وين عندما الانسان يحكي يخاطب يبدأ ارتباط ولكن هذا الارتباط لا يتوفر فيه كل مقومات الارتباط هذه هي الاعاقة الاساسية يحاول الانسان هذا المرض الهائل هذه الاعاقة المرضية الهائلة يعالجه يعالجها هذا المرض حقيقة مرض عجيبة انا اتصور انه هذه الاية يمكن الانسان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا اجل انواع المرض ليس المرض الذي الانسان عند السكر العياذ بالله هذا مرض عادي بالنتيجة الدنيا تنتهي اجل انواع المرض هذا المرض المستشري في كل النفوس هذا مرض عقلي اعاقة عقلية قصور قصور عقلي قصور انتباه خلل عقلي يفلت الانسان كل الامور الدنيوية اذا فد واحد بالنسبة الى مهم ويفلت الانسان كل المواهب الالهية ليش ما نقدر نكرف رحمة رب العالمين في هذا الشهر الفضيل اللي تنهال بلا حساب ليش لانه اكو انشغال بال انشغال بال بالاكل بالسفرة بالطعام وبالقعدة وبالديوانية وبالزيارات صحيح هذا شي زين هذا هاي مسئوليتنا بالنتيجة فضل رب العالمين نعمة رب العالمين ناجلة قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق ما في مانع بس هذا الانشغال اذا كان افراطي يغفل الانسان عن اهم قضية مادية ومعنوية ترتبط ب بناء شخصيته وحماية مصالحه المادية والمعنوية يحتاج الانسان الى وقفة انتباه يحتاج الانسان الى تصميم الى قرارات الانسان الصدقون يراحوا اقروا هذا الشيء اتفاق علماء النفس عليه ان العوارض السلبية التي تنتج من هذا الاضطراب اشد بكثير من الارض التي ترتبط بالكآبة والعوارض التي ترتبط مثلا بالاضطرابات النفسية وبالقطب الثنائي يمكن سامعين قطب ثنائي هذه تنتج اعاقة كبيرة لكن هذه الارض النفسية الاعاقات النفسية حتى الاعاقات الجسدية الانسان اللي رجل ما عنده معاقب النتيجة هذه كثير من حياته تضطرب ولكن في اعلى درجات الاضطراب الاعاقة هو الاضطراب اللي يحصل من هذا القصور الانسان يخسر زوجته يخسر حياته يخسر تخسر زوجه يخسر اولاده يخسر بيته يخسر كيانه يخسر وظيفته يخسر عمله يخسر تجارته غفلة واحدة قصور انتباه واحد يؤدي كل التجارة عمر اربعين سنة كلها تروح بائم منثورة وفي قبال ذلك في الجانب المعنوي وهو الاخطر على الاطلاق العياذ بالله ربك كلمه سلبة نعمه صف هفوة واحدة العياذ بالله تجلب للانسان موقف الف سنة محاسبة من قبل الله تبارك وتعالى الانسان يضبط لسانه يضبط عينه يضبط قلبه يضبط تصرفاته هذا الانضباط اهم شي في الحياة انا دائما اقول هذا انطباعي هناك مؤهلات كثيرة في ان الانسان يمسك زمام الامور اذا تريد تصير مثلا مثلا تحصل اي نتيجة تصير دكتور اذا تريد تصير عالم تدرس مثلا تحصل تجارة اكو هناك مواهب اكو هناك شطارة اذا انت تكون ذكي بلا شك تحصل على الدكتوراه بشكل احسن اذا تكون مثلا عندك جهد تتعب وايد كثير قطعا هذه تأهلك للاهداف ولكن انا اعتقد ان عامل واحد هو يضاهي كل العوامل الاخرى وهو الانضباط انضباط انضباط عندك وقت مثلا ساعة سبعة تدرس الدرس الكذاي لون قلبة الدنيا لا تفرط روح ساعة سبعة الانضباط العالم نصف العالم ابن التاجر لا 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 هذه مؤهلات مقومات تعينك والشيء الوحيد 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 صدقني اذا الانسان لا يملك اي موهبة خلي خلي يكون اجل لكم الله غبي غبي بس يكون منضبط منضبط يدرس بانضباط هذا يصير دكتور يصير عالم يصير شك لو يكون فقير يكون اصلا فاقد لأي رأسمال بس يكون منضبط منضبط على الشغل انبه على نص دقيقة فقط لاحظوا دير بالك امتلك مصطرة في حياتك ولكن اياك 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 ان تستعمل المصطرة في غير ذاتك لا تستعمل المصطرة مع الاخرين انت ميخصك ذاك شقد ينام شقد يأكل يسيب يشت ميخصك انت اضبط لسانك انت اضبط حياتك اضبط نومك اضبط دراستك اياك اياك تستعمل المصطرة مع الحياة في القضايا الخارجة عن حياتك يعني إذا رحت إلى المطار تأخيره أكو خمس ساعة أكو تأخير خمسين ساعة لا تستعمل مصدرة لا تستعمل مصدرة تدمر الحياة تدمرك نعم استعمل المصدرة في الحياة بالنسبة للذي يرتبط بيك طيارة وكتطير هذا شأنك الشأن اللي يرتبط بيك الأمور اللي ترتبط بيك لا تحرك حياتك بالمصدرة المصدرة من أهم عوامل الدمار إذا استعملتها مع الآخرين حتى مع أخيك مع ابنك لا تستعمل مصدرة أنت مسؤوليتك ربي احتيوا مصدرة لا تستعمل إذا يريد يتجاوز إفراط تفرير قل له بس مو ما يخص كدته وهكذا لا تستعمل المصدرة مع الحياة بما لا يرتبط من شأنك نعم استعمل المصدرة في ذاتك واستعمل المصدرة في الحياة التي تخصك ترتبط بك من فعلك من فعلك طيارة شوك تطير هذا مو من فعلك ما يرتبط بيك فلا تحرك عصابك تروح هناك ما أدري كذا مشكلة تحصل فلان هذا طبيعي بعد شننسوي بعد ذاك موظف مثلا أعصابه متوترة هذا بعد شنسوي لا تستعمل المصدرة مع الآخرين مفروض موظف يكون أخلاقك كذا ما يخصك أنت حاولت تضبط أخلاقك تضبط لسانك تضبط كلامك هذه أعتقد الانضباط أهم عوامل بلوغ الأهداف العظمى والكبرى وأرى أن ليس هناك كل العوامل المؤهلة لا تضاهي هذا العامل حتى عشر معشار كل العوامل إذا توفر الإنسان إذا ما ينضبط ما يفيد والانضباط على قسمين انضباط فكري والانضباط سلوكي أساس الانضباط هو الانضباط الفكري والانضباط الفكري على مرتبتين ترتبط مرتبة بالحياة وترتبط بين الإنسان وبين الخالق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة